فنان أمير شهين شفته قد إيه منه هو صغير يعني لسه بقول يعني اتولد جوه بلاتو يعني هو ملوش زنبي يعني طفل صغير طلع لأ نفسه بيمثل إمتى إزاي ممكن نقول ابن الوزعوان بس ده ابن أخت الوزعوان هو عموام غصبا عنه خليني أرحب بيه مساء الخير يا أمير منورني في التاسعة مساء النور مرسي أنا اللي مبسوطنا أنا موجود مع حضرتك مش معقول أنت اتولدت في جوه ستوديو صغير قوي أنا أول حاجة عملتها الأمير الصغير اللي جابه منه أول مشهد ده كان عندي خمس سنين آه يعني أنت حتى مكنت يعني رايح بقى لستوديو مش عارفة بس كنت عارفة أنك بتمثل طبعا وكنت حابب الموضوع جدا يعني يعني وكان مسرح أول حاجة الأمير الصغير دي كانت مسرح كان عرض لمدة يوم واحد هنا في مبنى التلفزيون كان عرض لمدة يوم واحد كانت بتحضره حرم الرئيس ووزير الإعلام وقتها ده هنا ده أول مشهد هنا كان دي مصنع الشوكولاتة مش الأمير الصغير دي مش الأمير الصغير يا الأولانين هم تعملوا تلاتة أول واحدة الأمير الصغير مع الأستاذ سامير غانم والتانية كانت مصنع الشوكولاتة مع الأستاذ أبو بكر عزت والتالتة كانت السرك مع الأستاذ حسن يوسف كان بيبقى عرض لمدة يوم واحد يوم عيد الطفولة آه فكت أنت عندك شغل عندك شغل من خمس سنين ده حقيقي 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 وشوفنا لك حاجة كان حسين فهمي يعني أنت طبعا فيلم شيطان من عسل مظبوط آه مؤثر ده على طفولتك لأنك كمان موجود في بيت فني وحواليك وسط فني يعني أنا عايز أعرف أنت جوه المدرسة كنت عام يعني حسس أنك مشهور ولا طفل عادي ولا الدنيا غيت عاملت ازاي أحلامك كتب لا أنا طبعا من وانا صغير كنت معروف طبعا جدا لأن يعني هو طبعا أهمية ما كانش فيه للقناة الأولى والتانية فكل الأطفال لو ما سحيوش يوموا الجمعة الصبح يتفرجوا على مام عفاف وكانت بتعرض المسرحيات دي ما كانوش هيشوفوا حاجة تانية للأطفال طبعا فالحقيقة كل الأطفال كانوا عارفيني يعني كل زمالي في المدرسة مشهور من سن سوار جدا هرجع لها لأن دي نقطة مهمة كمان في التكوين بس عايزة أبريك لك على الدور اللي الناس راحت السينما في العيد وشافوا دورك في مستر اكس وأعتقد دي أول مرة بتقدم الكوميديا بالشكل ده وان الناس ترجع تطلع وتقول لا أميد شهين عملت دور حلو مظبوط ده حقيقي أنا بقالي شوية مع عملت السينما يمكن كانت آخر حاجة فيلم ريجاتا والحمد لله أنا مبسوط جدا برد الفعل طبعا بتاع مستر اكس كنت بتساعد مستر اكس في أنه يطلق الستات آل الأسف بس أنا في الآخر يعني أنا بعمل في مقلب في آخر الفيلم هبتعمل في مقلب في آخر الفيلم يعني هو اللي بيكشفه وهو اللي بيطلع كل حاجة يعني هتبقى نصير الستات في آخر الفيلم طبعا عشان اللي ما راحوش يروحه مظبوط طيب يعني الدور ده إزاي تعرض يعني أنت ما بتعملش كوميدي مين اللي قالك تعالى يا أمير هنعمل فيلم كوميدي هتبقى معاينا في دور كوميدي صديقي وأخويه أحمد فهمي أحمد فهمي صديقي جدا من زمان من عمر يعني وعلى طالب نخرج ونتقبل وبنقعد مع بعض وكده ودايما يقول لي أنت لازم تعمل كوميدي فأنا أقول له لأ أنا مليش في الكوميدي ويعني عمري ما جربت أن أنا أعمل حاجة كوميدي كوميدي يعني فقالي بص أنا مصمم وإنت لازم تعمل حاجة كوميدي وكلمني فعلا في مرة وقالي أمير عدي عليها في المكتب فقالت عادي رايح ععمل مع صديقي يعني فعديت عليه في المكتب فعلا فقعدنا واتكلمنا وكده ولقيته بيقول لي بص أنا عندي دور والدور مفاجأة في الفيلم وكده وأنا عايزك معاه فقلت له فهمي يعني الحقيقة أنا خايف جدا ومرعوب لأن أنا بشوف أن تمثيل الكوميدي هو من أصعب التمثيل يعني الواحد ممكن يبكي الناس ممكن يبقى شخصية عادية لما فكرة أني أضحك أو مدحكس دي شعرة وشعرة ما فيهاش هزار وتمثيل صعب جدا الواحد يبقى على ساجيته وتلقائي وفي نفس الوقت ده مخفيف ويدحك الناس فدي مش حاجة سهلة طبعا فبس الحقيقة لقيت منه تشجيع كبير جدا وطبعا كان فيه طبعا يعني هو كان متفق مع الحاج أحمد السبكي والحقيقة كنت لقي دعم منهم كلهم محمد أنور وقسقس والأستاذ أحمد عبدالله بالمخرج يعني لقيت دعم منهم كبير جدا الخط ده هياخدك ما حتعيد بقى التجربة ممكن نشوفها في دراما تلفزيونية في المتيني أتمنى أنا حبيتها جدا بصراحة بس أنا عشاني بقولك يمكن كل اللي حوالي المجموعة هم محترفين كوميديا فالحقيقة سعدوني كتير جدا يعني ووقفوا معايا كتير وسعدوني وشجعوني جدا على ده فالواحد لما بيبقى مرتاح في وسط الناس اللي هو معاهم بيطلع اللي عنده يعني أكيد إلهام شهين كانت مفاجأة الفيلم مزلوط إيه اللي خلى إلهام تظهر في آخر الفيلم دي كانت مجاملة الأمير ولا هي إلهام بتحب تساعد السينمائيين أصلا إلهام أصلا بتحب تساعد طبعا السينمائيين ولكن هو الإلهام في آخر الفيلم يعني مش عايزين نحرقه لأن الفيلم لسه في السينما طبعا عايزين ناس كلها تشوفه هو مرتبط بينا في إن إلهام تظهر في الفيلم آه يعني هو مرتبط بي أنا إلهام الإلهام في آخر الفيلم إلهام بقى لما بتشوف الأفلام دي بتقولك نصايح ولا أنا شونتكوا طبعا مع بعض إنت إيه ما بتسكوتش أصلا أنت تقول نهار إنت اللي بتنصحها العكس بس بتقلق خبرتها كبيرة وكده بتسمع منها يعني من وإنت عندك خمس سنين وأخوها الصغير فأنت يا حرام أكيد طول النهار كل اللي حواليك بتدوك نصايح ده حقيقي ده حقيقي وأنا بالعكس أنا بحب أن أرجع لها طبعا بحكم خبرتها في المجال ده أكيد هي عندها خبرة كبيرة جدا طبعا فبالعكس الواحد يتمنى دايما أن يبقى فيه حد ينصحه ويديله خبرة إلهامه آه أكيد كوبي يعني إلهام بشعر وإلهام غير شعر شبه بعض بشكل فضيح طيب أفلام العيد كان فيها منافسة شديدة جدا وكلها خليني أقول عنوان كبير فيها طابع اللايت الكوميدي اللازازة الفانتازيا كان غالب على الأفلام بشكل شفت المنافسة إزاي والأرقام عاملة إيه أنا شايفها منافسة صحية جدا 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 أعتقد الناس يعني إيه كانت محتاجة أنها تفك عن نفسها شوية تتحك من ضغوطات الحياة ومن الكلام ده كله فأعتقد الناس كانت مستعدة لأنها تشوف حاجة حلوة والحقيقة يعني الأربع أفلام اللي موجودين في السوق حاليا في العيد الأربع أفلام رائعين والناس مبسوطة بيهم جدا وكلهم يغلب عليهم الطابع الكوميدي أو مشكل إيه أنت شايف أنه العيد لازم يبقى لايت كوميدي ولا ممكن يبقى فيه برضو عيد فرحة عيد فرحة يعني الناس عايزة تفرح أننا صفاقة بالسعود أعطينا كده وإحنا مشكلنا عنها كده بالضبط لكن أنت شايف أنه ممكن كمان يبقى فيه فيلم جاد أو أفلام جاد تبقى موجودة بأنها سينما يعني في ظل طبعا ولو شباك العيد بقى كوميدي أكتر هو إحنا بقى لنا كتير على فكرة ما كانش فيه ولا كوميدي ولا غير كوميدي يعني كان بيبقى قليل قوي الأفلام اللي بتبقى موجودة في السينما في العيد وما كانتش بهذه الجودة بتاعت السنة دي يعني أعتقد السنة دي هو من أقوى المنافسات اللي جات يمكن في الخمس سنين اللي فاته ونجوم كلهم لزاز ودموم خافية جدا جدا وكل فيلم فيه مش نجم واحد هو كل فيلم فرقت على أفلام تانية فيه أربع خمس نجوم لسه الحقيقة يعني كنت مسافر ولسه راجع فلسه بقى هعمل لفة سينما ولكن طبعا اللي سمعته من كل الناس كلام أكتر من رائع عن جميع الأفلام كنت تحب تبقى في أني لو أنت خلاص مستر أكس الأفلام التانية تحبت كنت تبقى معمينة كنت تحب أبقى في كلهم الحقيقة في كلهم بجد والله لأن حقيقي هو بقولك كل فيلم فيه مجموعة اختار واحد طيب دلوقتي ما شفتش لسه عشان أقدر أختار غير ما تشوف علشان كده بالبقى لا والله حقيقي كنت أتمنى أبقى في الأربعة يعني في تلاتة تانين أنا أوريلي في واحد كنت أتمنى أبقى في تلاتة تانين لا تبقى في الأربعة السينما بالنسبة لك بتحس أن هي أفضل أسرع للوصول للناس ولا الدراما التلفزيونية الدراما التلفزيونية دلوقتي طبعا بقت منافس شديد جدا للسينما لأن التقنية فيها اختلفت وبقت أقرب ما يكون للسينما نحن كل حلقة في مسلسل هي أقرب ما يكون لأنها فيلم قصير حقيقي فبقت منافسة كبيرة جدا ما بين السينما وما بين الدراما وأعتقد الدراما هي أسهل لأنها بتخش كل بيت من خلال القنوات يعني اللي مش عايز ينزل يروح سينما أو مش فاضي أو الكلام ده بقى فيه منصات كمان كتير جدا يقدر أن هو يتفرج على المسلسل من خلالها في وقت فراغه في وقت هو اللي هو عايزه ومش بالضرورة تبقى معروضة على القنوات الرئيسية موجودة بالمنصة خاص موجودة على المنصات سواء المنصات المصرية أو المنصات العربية أو العالمية يعني ده بقى متاح وسهل جدا أمير السنوات الأخيرة أنت عملت شوية تنوع مختلف يعني رغم أنك بادئ من وينت صغير لكن معرفش وجودك قوي جوه الوسط معرفش يعني فادك ولا ضرك أحيانا لكن السنوات الأخيرة أنا شايف أن أنت عملت تنوع ما بين عدد من المسلسلات المختلف بدأ يبقى فيه تكوين لشخصيتك أنت منفرد يعني مظبوط ده كلام حقيقي يمكن وانا صغير يمكن أنا كنت من أوائل هنقول الأولاد الفنانين أو العائلات الفنية اللي يظهر على الساحة أنا بمثل منونا عندي خمس سنين وانا صغير اشتغلت كتير جدا عملت أفلام يعني البلاتوتو العمر ومش غريب عليك أبدا خالص خالص بالعبس أنت جيل مين يعني جيل مين بقى ما فيش جيل أنت بدأ صغير قوي أنا بدأ صغير قوي مين بقى لما بقيت شابك أعتقد جيل أنا وأحمد الفشاوي وأحمد رز وهاني سلامة وكنت أنت بادئ كمان وأنت صغير وأنا كنت بادئ منونا صغير هم يمكن بدأوا على كبر أنا كنت بادئ منونا صغير ولكن توقفت شوية كان لدراستي لأنني كنت سفرت أمريكا درست يا رو مدني ورجعت فيمكن كان ده التوقف فأنا كنت من أوائل الناس اللي ظهروا وبعدين من كتر الشبه اللي بيني وبين إلهام فمن أول ما رجعت من أمريكا بدأ اللي يتعرض علي أدوار ابن إلهام معظم مش هنقول معظم بس عامت مثلا أربع خمس مسلسلات ابنها فالناس كلها قالت لك الله ما هو بيمثل عشان خاطر أخت وكنت بتهاجر كتير جدا طبعا يعني بتبقى ظلم عايز أنت تطلع بره المنطقة دي يعني شوفوني الواحد ولو إن الحمد لله يعني المسلسلات اللي عملتها مع إلهام دي الناس كانت بتبقى مبسوطة والدور حلو والكلام ده كله منعيلة فنية دي ما كانتش مقبولة أو ساعتها ولكن هو ده طبعا من هي غصبا عنك هو ده طبيعي اللي زابط ابنه بيطلع زابط الدكتور ابنه بيطلع دكتور طيار ابنه بيطلع طيار هو الواحد بيتأثر بالديئة اللي حواليه طبيعي يعني مراحل طفولتك وشبابك على الشاشة مظبوط فأنت هتروح فين مظبوط ده حقيقة طيب الحاجة الثانية برضو خليني أقولك مبروك أنك بقيت أب كمان الله يبانيك فيك وبقى أنك بانيك حلوة مريم أنا عندي مراد ومريم هو اللي الناس ما تعرفوش أنا عندي مراد سنة ونص احنا ليه فاهمين أن مريم بس هو كل الناس فاهم أن مريم لأن مراد جي حبيبي كان وقت الكورونا والكلام ده فأنا الحقيقة يعني ما حتى ما أعلناش وإنت قاسد أنه الاثنين بحرف الميم شوية لحد ما دحيي فبقيت أب المراد ومريم مراد ومريم مظبوط غيرت فيك حاجة الأبوة خليتك تشوف كثير يعني لا يعني داتني أحسيس أنا عمري بحسيتها قبل كده ولو أن أنا دايما بقول أن أنا حسيت أحسي الأبوة مع أولاد أخويا ومع أولاد أختي لأن هم قريبين مني أنتو كمان عايشين في عيلة جو عيلة دايما مظبوط وهم قريبين مني جدا لكن الحقيقة الواحد لما جاله أولاده لأ الموضوع مختلف أس أنت كنت خال أو عم مظبوط غير أنك تبقى بابا مظبوط فالألق بقى ألق جدا لا وبالعكس غير الألق أحسيس حلوة جدا حاجة يعني أنا ومراد السنة ونص دا أنا وهو صحاب جدا يعني عمليم بند خطير يعني زوج مساعد ولا زوج متدلع مساعد في حاجات وحاجات عشان برضو ما بقاش كداب لا يعني أنا أنا مش عارف أأكل وأغير وأعمل الكلام دا كله لكن أنا ممكن أدلع ألاعب أنايم ما عنديش مانع أشيل يعني الحاجات دي لكن في حاجات الحقيقة ما حاجتش أعملها غير الأم أنا بشوف كده وأنا تربيت كده يعني أنا في حاجات معينة هي الأم في الأول وفي الآخر مهما يكون الأب طيب وحنين والكلام دا كله ولكن في الآخر الطفلة هي بقى محتاج لأمه في حاجات كتير يعني الأم أهم كتير شايف إزاي الوسط يعني الإنتاج التلفزيوني بقى مختلف والإنتاج السينمائي كمان بقى مختلف يعني النظرة دلوقتي للعمل بقت مختلفة أنت شايفها إزاي لسه عندك فرصة برضو لأن أنا عارفة أن أنت بتحب التفاجئ وتغير وكنت مع إلهام في فترة في مسألة الإنتاج كمان عندك خبرة مزبوط مزبوط فشايف الدنيا إزاي يعني شايف إحنا رايحين فين والله بالعكس إحنا زي ما قلنا الإنتاج التلفزيوني أو المسلسلات بقت مهمة جدا أعتقد في حياتنا يعني والمنصات سعدت على ده كتير لأن زي ما بقولك كل واحد يقدر يتفرج على اللي هو عايزه في وقته الخاص مش زي زمان الواحد هيستنى المسلسل الساعة 8 لو ما شفتوش مش عارف أتفرج عليه تاني وبينجح على فكر يعني أنت في المنصة بتشوف وبينجح بينجح جدا بنفس النجاح جدا فما بقاش فارق أصل منصات بقت في كل بيت يعني هو أنت دلوقتي أي تلفزيون اللي واحد بيشتريه المنصة موجودة بقى فيه أجهزة بتنزل المنصات دي حتى لو تلفزيونك مش اسمار هل هنا دراما رمضان هتختلف على الشاشات الكبيرة ولا هيفضل رمضان ليه الوحج بتاعه لا رمضان طول عمره هيفضل ليه الوحج بتاعه زي ما بتقولي وليه رونق وكده وكل مسلسلات رمضان بتتشاف يعني حتى لو الناس مش حبا المسلسل قوي بس برضو هتتفرج عليه فالحقيقة مسلسلات رمضان مهمة جدا 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 والناس ما تقدرش تستغنى عنها ولا الفنان على فكرة يعني أي فنان يبقى محظوظ أنه يبقى موجود في مسلسل في رمضان أنا بشوف دا يعني أكيد الفنان دلوقتي بقى أكتر حظ لأنه سوشيال ميديا بتساعده سبوت عالي يقدر يكلم الجمهور على سوشيال ميديا يقدر يحط أخبار يقدر يغزي نفسه أكتر ولا هي مرهقة أكتر إيه إنت عيشت الزمن دا والزمن دا أعتقد يعني طبعا اللي كان بينجح زمان ويبقى ظاهر والناس تبقى عرفادة فده ده حد الناس تقول عليه كويس أو بيبقى محبوب إنما دلوقتي هو فيه ناس بتظهر وهم الحقيقة ما عملوش حاجة لكن هم نجوم على السوشيال ميديا وليسوا نجوم في الفن والناس ما بتبقاش يا برضو الناس بتحبهم بس هي مش عارفة هم عملوا إيه خالص هو شايفه بيشوفه طول الوقت موجود قدام على الإستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مش عارف إيه والكلام دا كله ولكن هي في الآخر أنا بشوف الحقيقة إن معظم الحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا فيك يعني الواحد يقعد يصور ومش عارف إيه ويعمل إيه دا فيك دي مش الحياة الحقيقية اللي البني آدم عايشها فأنا بشوف إن السوشيال ميديا دي سلاح زوح الدين الحقيقة لكن ما تقدرش إن هي تضيف لك في الزمن اللي احنا فيه تعمل لك لقاعة أسرع لا هي دلوقتي بتضيف وتوصلك للناس أسرع أو لو أنا عايز أوصل للناس إن أنا بعمل العمل الفلاني هوصل لهم دا أسرع بكتير من زمان في العرض الخاص بتاع مستر إكس كان فيه طبعات كتير وإنت كلمت الناس كتير جدا وانتشرت في السوشيال ميديا هل دا ممكن يخلي الناس تدخل الفيلم أكتر لما تكلمهم ولا مش بالضرورة لا أعتقد أنه بقى محفز جدا الناس لما بقيت تشوف حاجات على السوشيال ميديا سواء إعلان مطعم مش لازم للفيلم بتاعنا إحنا بس إعلان مطعم مثلا شكله حلو أو حد بيتكلم عن أكلة حلوة في مكان معين أو ميوزمينت بارك واتأفر يعني اللي بيكلموا عليه الناس بتنجذب له وفيه ناس كتير بتروح تشوف دا إيه صحيح فأعتقد أن طبعا لا هي بقت منصة التواصل مهمة جدا مع الجمهور إن الواحد يعرض عليها شغله أنا مش لازم يعرض عليها حياتي الشخصية بس صحيح ولكن بس إنت نفسك إنه يبقى فنان حقيقي يعني ما يبقاش مجرد بنتصور بس طب إنت عملت إيه بس يقولك أصله نجم سوشيال ميديا يعني يينك من سوشيال ميديا يعني هو ما بيشتغلش حاجة وما هواش فنان ما بيقدمش حاجة غير إنه مثلا بيتصور في مكان حلو بيتصور في مطعم حلو في سفرية حلوة طب وبعدين أوكي لطيف إن إحنا نشوف دا شكرا إن إنت بتوارينا مكان حلو أو حاجة من الكلام دا ولكن هي منصة التواصل ما بين الفنان الحقيقي والجمهور لعرض شغله صحيح أو للتنويه عن شغل جاي أو للكلام دا كله كواليس كتعامل إزاي في مستر إكس مع أحمد شهني وهانا الزهر دي كتعسل كتعامل إزاي خدت وقت قد إيه وصورته فين هو الفيلم الحقيقي خد تحضير كتير جدا وده الحمد لله خلى الفيلم يظهر بالشكل الرائع اللي إحنا يعني اللي الناس شافته يعني نصور حوالي شهرين أو حاجة فهو خد وقت ولكن في الآخر الحمد لله العمل طلع بجودة جيدة جدا 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 يعني كنت متوقع أن الناس تقول لك على دورك أنك عامل شغل حل أنا كنت خايف جدا الحقيقة أنا كنت خايف جدا ولكن زي ما قلت لك في الأول هم كلهم الحقيقة شجعوني وكنا بنقعد مع بعض على كل ما شهد أما شافت الفيلم أما شافت الفيلم أما كانتش مصدقة قالتلي طب منتا كويسة هوم ما قال لي إيه الحمد لله أنا الحقيقة مبسوط جدا برد الفعل اللي جالي من الفيلم ومن ردود أفعال الناس حتى في الشارع والناس بيقابلوني بيقولوا لي مستر أكس وبتاعه وكنت لذيذ وكده فالحقيقة أنا اتبسطت جدا جدا وده يرجع لفضل الحقيقة كل الناس اللي كانوا حوالي واللي ساعدوني ويوقفوا جنبي فيه مين المخرج اللي موجود دلوقتي وإنت ما اشتغلتش معاه بس إنت حاسس لو اشتغلت معاه هيتطلع منك إمكانيات مختلفة والله طبعا هو فيه مخرجين كتير إحنا عندنا دلوقتي مخرجين عندنا مخرجين عظام وعبقرة ورائعين جيل الجديد كله الحقيقة جيل الجديد طبعا عينه مختلفة طبعا طبعا عينه مختلفة وتقنيته مختلفة وكل حاجة فالحقيقة لا هو مش مخرج واحد اللي أنا عارف أنه ممكن يطلع مني حاجة بس لأ فيه مخرجين كتير أنا متأكد أني لو اشتغلت معاهم أنا هقدم حاجتادي لما أنت بتشوفه بيعجبك وتقول لأ أنا أكيد حبقى مختلف مع المخرج ده يعني مثلا كاملة أبو ذكري طبعا أنا متأكد أن أنا مع كاملة كاملة صديقتي جدا على فكرة ولكن عمرنا ما حلفني الحظ واشتغلنا مع بعض أستاذة كاملة أنا بشوف أن هي عندها منجمنت للممثل خطير ودي ودي مش حاجة موجودة في كل المخرجين يعني كل المخرجين مش كل المخرجين يعرفوا يوجهوا ممثل طبعا بيوجهوا كل حاجة ولكن في مخرجين هو يقعد يطلع اللي جواك يعني يقعد معاك قبل المشهد يقول لك أنت هنا حاسس بكذا وفي كذا ومش عارف إيه فيطلع حاجة أو يفتح دماغي لسكة أو حاجة أنا ما كنت شايفها فأعتقد أن الأستاذة كاملة عندها الحتة دي طبعا مهمة جدا أنا اشتغلت مع مريم أبعوف وامبسطت جدا طبعا ومريم عندها تفاصيل إنسانية جدا كثير حلوة جدا اشتغلت مع محمد سامي وعملت دور أنا ما كنتش أتخيله في فيلم ريجاتا كنت طالع عبده ساخريات ولد يعني كان سيء جدا يعني بيبيع أصحابه كلهم وعشان خاطر الفلوس والكلام ده كله عملت معا دور رائع جدا وأنا متأكد أنه لو اشتغلت معا تاني محمد سامي بالذات سيطلع مني في الدراما ما أنا بكلم في الدراما سيطلع مني أنا متأكد حاجة تانية خالص وطبعا في مخرجين كتير أنا مش عايز أنسى حد ولكن في مخرجين كتير طبعا موجودين أنا متأكد أنه لو اشتغلت معاهم حابقا مختلف طبعا الجيل بتاع إلهام ليل عالوي مع كل الألقاب هلا صدقي الجيل الجميل ده أقدم مشوار طويل وحلو تفتكر أنه هم بقوا مظلمين لأنه ما بقاش فيه كتابة للأجيال دي بشكل مختلف مش هنقول مظلمين لأنه طبعا يعني الجيل بتاعنا أنه أنت تستفيد أكتر من إمكانياتهم يعني طبعا طبعا هم كان عندهم ميزة أنه هم اشتغلوا مع كل الموصلين الكبار وعملوا حاجات كتير كمال الشيناوي يعني مع حافظ العقاب طبعا كمال الشيناوي أستاذ فريد شوقي مع أسامي قوية جدا وكبيرة فهم اتعلموا منهم إحنا لما بدأنا قليل مننا اللي اشتغل مع الجيل الكبير اللي قبلنا عشان نتعلم منهم فأنا بأعتقد أنه بالعكس إحنا جلنا مظلوم لأن إحنا إنتم المظلومين يعني إحنا تظلمنا طبعا شوية ولكن هم مظلومين في إيه؟ هم مظلومين أن مشاكل العصر اللي الناس بقت بتكتب عنها أو اللي بقت تهم الناس بقت معظمها مشاكل الشباب صح فما بقاش هل لازم هم ينتقلوا لمراحل أخرى أو أدوار أخرى؟ هم قريد يعملوا كده هم قريد يعملوا كده بادقوا يعملوا وبيشاركوا معظم الشباب صحيح وكده كده أي حاجة ليه علاقة بالشباب أكيد بيبقى فيه دور للأكبر مننا سواء لأم سواء لحد بينصح سواء للكلام ده كله فبالعكس ومهما إحنا نبقى موجودين هم أكيد موجودين معنا طبعا هم بينوروا يعني موجود هلا صديقي في جعفر العمدة خطيرة هلا كانت عمدة دور أكتر من رائع طبعا وأعتقد أنه أنا بشوف أن الأجيال لما بتدخل مع بعض بيطلع فن أحلى مظبوط هلا صديقي كانت من أهم عوامل النجاح لمسلسل جعفر العمدة صحيح ده حقيقي اشتغلت مع هلا؟ اشتغلت مع هلا؟ دول من ازلك خلاتك يعني طبعا لا يعني خلتك ليلة وخلتك ليلة يعني آلي أختي برضو هلا أختي يعني إحنا عيلة يعني هلا وليلة وكده ويسرى طبعا إحنا عيلة يعني أنا طول عمري متربي في وسطهم وفعلا باعتبرهم إخواتي الكبار اشتغلت مع أحد فيهم اشتغلت مع هلا وأنا صغير في مصرحات السرك ايوة سوري مش سرك الأمير الصغير الأمير الصغير كانت هي عاملة تعلب وأنا كنت الأمير وهو دي المرة الوحيدة اللي اشتغلنا فيها مع بعض دي المرة الوحيدة؟ المرة الوحيدة من سنين وليلة؟ الليلة اشتغلت معها مسلسل مش رمضان اللي فات اللي قابله ايوة بس يسرى للأسف ما حلفنيش الحظ رغم كل السنوات دي خالص بس أظن أنت وجودك معهم فيه نوع من أنواع الراحة يعني أنت ما عندكش برضو رهبة أنت ما تعرفهمش أو مش قريب منهم يعني دي مكسورة بالنسبالك مكسورة ولكن احنا جوه الستوديو هما بالنسبالي الأستاذة ليلة والأستاذة يسرى والأستاذة هالة ليها رهبة طبعا بالعكس أستاذة إلهام أخبار وأستاذة إلهام إلهام أنا يعني إلهام لما كنت بشتغل معها كنت بترعب وأنا رايح الستوديو لأن إلهام بقى أكتر واحد هتيجي عليه أنا يعني بغض النظر عن بقية الناس هلو بتبقوا ساعات موجودين في البيت بتراجعوا مع بعض ولكل واحد لوحده كل واحد لا لا طبعا لو في مشاهد مهمة طبعا بنقعد نتناقش فيها ونتكلم فيها والكلام دا كله خلاص النهاردة يقول التفصير ولكن أول ما بندخل البلاتو تنزلوا مع بعض ولا لا 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 كل واحد ممكن أيام ننزل معه بس دا قليل لأن هي ممكن بشغلها قبلي أنا بعدها بتاع لكن لو بدئين مع بعض لا ممكن نروح مع بعض ولكن بندخل لازم كل واحد فينا أنا حق يعني بتكلم عن نفسي لازم ببقى حافز وعارف كويس قوي أنا هعمل إيه بتبقى مرعوبة عشان هي إلهام شهين ما هي مش أختك بقى هنا طبعا في وقت الشغل هي بالنسبة لي مش أختي خالص هي بالنسبة لي الأستاذة إلهام شهين أيوة أو أي أن كان منهم من الأسادزة الكبار طبعا أول ما بقف قدامهم في بلاتوهم ما بالنسبة لي أسادزة كبار طبعا إمتى في الأدوار أنت عملت كذا الدور مع إلهام إمتى من الأدوار هي اتخدت يعني كنتش متوقعة أنك مثلا تعمل الدور كذا أو أنك تقول الجمل كذا يعني إمتى حصل ده يمكن في حاجات كتير بس يمكن كان فيه مسلسل اسمه امرأة من نار طبعا كنت طالع ابنها وبتبدل الولدين والولد بيتمرد عليها وبتاع فيمكن ده كان من المسلسلات اللي هي تفجأت يعني بتمثيلي قدامها فيه لكن برضو صعب يعني أختي تبقى معي في البيت لكن جوه البلاتو هي طبعا 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 ده أكيد في أي أعمال قادمة في صغل جاي إن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا لسه مخلصين أهو مستر إكس وكده في يا رب إن شاء الله قريب يبقى في حالة كلمة العيلة كلها شافت الفيلم ولا مش كلهم العيلة لا كلهم جلوا كلهم طبعا رحوا معي السينيما أه طبعا لا والله هما بالعكس هما اللي كانوا عايزين يشوفوا من كتر ما أنا حكيت عن الفيلم وأنا كنت اكسايتد بيه جدا هما كانوا متشوقين جدا هما يشوفوه مستر إكس ده موجود في حياتنا مستر إكس شخصيا الفكرة طبعا موجودة بس هو أكيد اللي بيعمل كده بيعمله من باب الشر أيوة يعني مستر إكس بيعمله من باب إن إحنا هجايبين إن الرجالة ما بتبقى مظلومة مع ستتها فمستر إكس هو اللي بيخرجهم من الظلم ده والرجالة مظلومة يا أمير فيه رجالة كتير مظلومة طبعا بجد آه والله فيه رجالة كتير مظلومة محتاجين أفلام كتير يعني آه طبعا لا لا ده إحنا لو عادنا تكلمنا في موضوع الرجل والست ده يعني موضوع لا ينتهي طبعا أنا بشكرك يا أمير نورتنا بجد وأتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نشوفك تكمل في مشوار الكوميديا بإذن الله مرسيل حضرتك جدا وأنا مبسوط أن أنا كنت معاكي شرف ليا طبعا وشرف ليا ده أنا كون موجود في التلفزيون المصري القناة الأولى بشكرك جدا على استضافة دي أنت من خمس سنين قابلينا كلنا أنا متربي هنا فعلا متربي هنا يعني أكيد يعني في الهنا دبيت دورنا على الاستوديوهات هنلاقي صور ليك يعني بشكرك يا أمير ودايما بالتوفيق بشكرك حضرتك جدا مرسيل هنا كان دورنا النهاردة فيه يعني وقفنا في حاجات كتير مع حضرتكم دايما الكلام الحلو بيخلص بسرعة لكن غدا تتجدت التاسعة والعزيزة هدير أبو زيت هتكون معاكم أما أنا ألقاكم بإذن الله يوم الخميس المقبل تصبحوا على الفيحة